خرجت من حلب ولكن حلب لم تخرج لم تخرج قلبي دخلوا من الريف الغربي بدجاء حلب دخلوا أحياء السكري الصوت غير طبيعية إجري مزرقات لنسمع القرقارينة وفرجوني النموذج أنه سيصير فيكم الإرهاب ضعوا بخبرات الجوية حرب بيوتهم وحقوا السيارات مابر المنطق في جيش الحرب 15-12-15 جاسة فوند بابات ما استطيع أخرجهم من تحت البساتي حلقة جديدة من بودكاست للتاريخ عبر منصة المبدعون السوريون أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة وفي اللقاء الثالث مع الأستاذ محمد عارف شريفة نتكلم أكثر عن حلب والثورة السورية ولكن قبل ذلك دعونا نرحب بضيفي للمرة الثالثة أهلا ومرحبا بك حالك الأستاذ أهلا وسهلا بكم الله يبارك فيك قبل ما ندخل للستوديو ذكرت لي شيء عن الاعتقال حابب أعرف تفاصيل أكثر ولو كان هذا الشيء رح يذكرك بتجربة صعبة أخي الكريم الله يبارك فيك بالنسبة للاعتقال يعني الحقيقة في كل حارة في كل حي هنا قصة اعتقال قصة اختفاء القصري شهيد فما في بيت إلا ما لهم شهيد أو معتقل أو مختفي قصريا صحيح أنا جزء من هذا المجتمع الحلبي طبعا يوم اعتقالي اللي كان وقع بـ 9-6-2012 نتيجة طلب من أمن الدولة بناء على كتاب مختب الأمن القومي في دمشق تم توقيفي والتحقيق معي مع عسلم المحامين أخونا أستاذ محمد أغوبيجي رحيمه الله وأخونا عسلم أخدوه تم اطلقت صراحه لاحقا طبعا في السياحة التحقيق سألوني أنه مين عم نعيش مين عم ندعم مين العيلات عم نستقبله بفلان وعلان مين حركة المحامون ايش المظهرات وشوعة الصامت للأخير ومن جبلة الأسئلة زالون بذكر سألوني عن الدكتور محمد نور المكتور رحيم الله وركزوا عليه بشكل كبير طبعا أكرت أنا معرفتي فيه قلت له الرجل طبيب مشهور معروف كلناس بتزوره وبتدوى عنده تم على إثاره طبعا بالنهاية التحقيق سألوني أنا شخص معين فأنا كانت معرفتي فيه فأي سروا عليه فألوني ممكن نحن نشق الضبط بسألنا مين هدا فلان اسمه الثلاثة وبين ساكن فأنا كانت معرفتي فيه حماية الحم حماية له وحتى حماية لنفسي أنا لأنه يتبينني أنه الأمر أنه جائزة الأمنية لا يعرفون بمقدار ما تعطينه أنت من المعلومات ما تعطينه بيعرفو ما تعطينه ما يعرفو شيء فعلى أسرة طبعا تم ختم الضبط وتم ترحيلي أنا وأستاذ محمد قام وجدي برحيم الله بيطائر أحربية إلى دمشي الأحد فرق تحقيق تابع للأمن العام وبقينا هنحاولي تقريبا شهر إلا شوي تقريبا كان فيه تحقيق مستمر في هذا الشهر؟ طبعا أول يوم تاني يوم تالي يوم كان فيه حالة نفسية بأنه ما كان حقهم طبعا أحد الأخبيل كانوا معنا في الغرفة أذكر كان اسمه أخ كمال من كفرنبيل فحققوا معه الصباح رجعوا أخذون مساء طبعا رجعوا على أبساط الريح فرجعوا لعنا على ظرفة عبيز حاف زحف طبعا إجري مزرقات لدرجة تخفنا عنها إسماء غرغارينا صوات غير طبيعية موامر كانت سيئة تخويف يعني تخويف حرب هي أرهاب رعب وإرهاب وفرجونا النموذج أنه سيصير فيكم طبعا تم التحقيق بيوم التاني كان إلويسان سبحانه قبل يسألنا عدة أسئلة طبعا وما هو فعليك يعني كان الكفوف اللازمة طبعا ولكن سبحان الله قدرا سبحان الله بختم الضبط وتم إضاعنا بالسجن لعدة أسبوع التاريبان لما انتهوا التحقيق مع الكل طبعا بعدين إيجا أمر بإيحانتنا إلى القضاء العسكري بشرطة العسكرية في دمشي في القابون ظنين في حول شيء أسبوع تاريبان حول رجعنا على طريق البر ولكن كان طريق بر مأطوع وكننا أسمع أصباط طلقات فضلا عز وجل طبعا هذا كان يريحني أن أسمع فيه طلقات بعدين تم ترحيلنا إلى مدار المزي العسكري ومننا طائر عسكري لأحلاب مننا القضاء عسكري ثم القصر البلدي والشباب الأزيان الخير المخامل كان في استقبالنا وتم الحمد لله طلاق صراحنا فضلا عز وجل قبل دخول تبعا جيش الحرب حول إسبوعي طبعا هذا الأمر كان عادة عن ذاكرتك في التواريخ هناك أيضا أسماء وردت في حديثك أكثر من مرة الدكتور محمد نور مكتبي من الشخصيات التي فقدت في حلب وله قصة مؤثرة جدا في كيف وجدوه مقتول دكتور نور مكتبي حسب ما وصلني أنه بعد اعتقالي بعشرة أيام تم اختطافه من الجزء الأمنية على رأس المخابرات الجوية طبعا بعدما طلت أنا أسمعت بأنه تم اختطافه فأنا تأثرت جدا أنه كان رجل مقرب جدا منه وكان رجل على خلق ودين ما شاء الله وكان أي أخ منصاف المظاهرة كان يتولى هو وفريقه بمعالجته كان في حلبسن ما في عنيدان في عياته الخاصة لا كان بعيد عن عياته الخاصة كانت في مكان مجهول فكان مشكل فريس من فريق أمبولانس فكان يغضل حالي ومعالجته وتأمينه في مكان آمين طبعا لما طلعت أنه طبعا أنه كان مخطوف ومغيب طبعا أهله سألوا عنه ظل حوالي قريب السنة مغيب لحتى بعد السنة طبعا تبين عن طريق أحد الطلاب يعرفو بيشافوا بأنه جسة كان من شدة تعزيم كان مغيّن ملامح يعني كان أشبه من مجهات الأفريقية طبعا إجا أحد من أفراد عدته أخوه على ما أذكر طبعا حسن يكتشف أنه فان أخوه دكتور نور مكتبي وتم استلام جسمانه ودفنه طبعا كان هذا يعني أثر كبير جدا على مستوى الثورة السورية في حلب غير الدكتور نور مكتبي رحمه الله شخصيات مؤثرة أخرى فقدتها حلب أو كانت في حلب والله في شخصيات كثيرة قطيئين يعني ما أستطيع أن أحصيلك إياها ولكن على رأسها كان أخونا أبو محمود أبو قدر صار رحمه الله كان مما كان له أثر كبير بفقدانه كان كان أخونا أبو الفورات رحمه الله كان أثر كبير بفقدانه في إنختير أخوتنا أذكرنا أخونا أبو عبد المارعي كان من شباب المقربين فقد على أسوار حلب يريف حلب الغربية طبعا في كتيرين أسماء يعني كان إلى أثر كان في كل حي في كل منطقة كان يفقد كلهم إن أخ اليوم كنا نجلس معه بعض ساعة كنا نفقده شو كان يترك فيك شعور هذا الأمر أنه تكون مساءًا مع شخص صباحا يعني هذا كان حال كل السوريين في الثورات والله أشعر أنه فقدت فرد من أفرد عائلتي فرد من أهلي في التحضير قبل أن نبدأ هناك مرحلة في الرسائل الصوتية شعرت في إحدى المرات أنك تكاد تغالب الدمعة وأنت ترسل بتسجيلات صوتية عن أحداث كثيرة تكلمنا بها لكن أريد أيضا أن تكلمني عن أحداث مؤثرة فيك في حلب في فترة الحصار لأنه كانت فترة الحصار قاسية جدا خاصة أنه يعني كان لبما متوقع يكون أمد الحصار طويل بداية هل كانت حلب مستعدة لأن يكون الحصار أطول في الفترة الزمنية؟ بفضل الله عز وجل حلب نظمت وضعها بشكل جيد من ناحية الإدارة المدنية بفضل الله عز وجل نطلق أنه كان في مجلس مدينة حلب كان في مجلس محافظة حلب الحرة كان في تقسمة الأحياء في حوالي 59-60 مجلس حيط بها مجلس مدينة حلب كانت الأمور جيدة لنوعا ما الحمد لله تم لحظ هذا الأمر فكان في عنا خمس مراقص للدفاع المدني كامل طاقة كان في عنا مستودعات تم اضحام صادات الحنطة وطحينا مدينة حلب كانت الأخوة في المجال الطبي كان مستعدين بفضل الله عز وجل كان لحظنا الأدوية كان موجودة بشكل كامل كان في أحد الاجتماعات الثورية في مدينة حلب أنه كان مقدر أنه حلب في حال إذا وقع على الحصار أن يستمر صامدة مدة سنة كاملة ولكن سبحان الله في الحصار الأول كنت خارج مدينة حلب لما تم فك حصار مدينة حلب مدة عشرة أياما دخلت لجوة المدينة طبعا أنا وكان معي أخونا أبراهيم هلال من مسؤول مختب الدفاع المدني في مجلس محفظة حلال الحرة وأخونا محمد الزامر كان مسؤول مختب الزراعي فلما دخل هل خرجتم جميعا في النهاية في الباصات الخضراء طبعا بـ 2016 طبعا بنهاية شهر 12 أحكم الحصار بقوة على مدينة حلب طبعا عرفنا أنه هناك مؤامرة لإسقاط حلب عرفنا فيما بعد أنه كان هذا اتفاق تركي روسي بشكل مباشر طبعا في أسباب غير مباشرة قدت إلى سقوط حلب ممكن تكلم عنها لاحقون زروا قدتم طبعا كمثال مثال وأهم مثال طبعا الشباب الثوار في داخل مدينة حلب كانوا ينادوا بشكل دائم بدورة توحيد الفصائل عسكري بجسم وقيادة ووحدة تعددة الفصائل كانت فيها عامل وعوامل الضعف طبعا العامل الثاني أو الشقة الثاني من طريقة المباشرة لسقوط حلب صراع الفصائل يزدخل مدينة حلب يعني نحن في الحصار للأسف صار فيه صراع ما بين عدة فصائل لأسباب ممكن كان تأخير البحث عنها لاحقا ولكن سبحان الله الأخوة كان عندما أمر دمه الفاير فالأسف أدى إلى اقتطال فصائل في داخل المدينة رغم أن كان في استعداد مسبق للحصار ومدينة متهيئة لهذا الأمر فالأسف هذا الأمر اقتطال فصائل في داخل مدينة حلب بعد الفصائل للأسف أدى إلى ضعاف بعد الجبهات فكان سبب بدخول النظام من هذه المناطق من هذه الجبهات طبعا ثم ستتسخد الجبهات وراء الجبهات ابتداء من هنانو الحيدارية وانت جايب الصخور تجاه الشعار وحتى تم تجميع المدني كلاتهم في بقعة الظاهرة هي من قويرة جدا لليل مشهد إلى مشهد تساقط خلال أيام نعم صار التقاصل هذا السقوط خلال أيام طبعا يعني طريبة بزار في أسبوعين طريبان سقوط سريع جدا طبعا كان عندك جبت الشيخ عفوا الشيخ السعيد كان جبت قوي متماسك يحاول نظام أكثر من 20 مرة اقتراق ولم يستطيع يعني هاي أشهدها للشباب الذين كانوا مراطين في هذه الموضوع تقدر أستاذ تحدد فترة الحصار ما بين الحصار الأول والثاني طريبا مثل الحصار الإجمالي بعد شهر ونص طريبا الحصار الأول طريبا بعد شهر ونص طريبا كان لما تم فضل إذا وجل فصائل اختراق فتح الحصار عن مدينة حلم من طرف خنطمان الشيخ سعيد عفوا خنطمان راموسي طريبا استمر حوالي أسبوع بعد أسبوع ضل عشرة أيام زاعد يعني حصلنا ندخل سيارتين سيارات يوميا محمد بطحين مواضي زائي لداخل مدينة حلب عطيمة جلس محفظة حلب وطريق بعض الأخوة الموجودين من الثوار في الداخل طبعا أنا دخلت لجوة عبر معبر الكاستلو لا مو كاستلو خنطمان راموسي كاستلو كان صاخ نيرانيا خالص كان خالص كان هو طريبا هو مجرد بمعرقة سينديجرات الحرب العالمية الثانية نعم في القوة التنمير فلما دخلت لجوة سبحان الله طبعا ضليت يوم يومين ثلاثة عساس أنه أرجع أخرج إلا ضلي اشتارت مع الشباب وسكر صار أصبحت طريق ساقط نيران نيبا ونستطيع نهائيا هون صنع نظم خالنا في الداخل من ناحية الإدارة المدنية من ناحية الأمور العسكرة تم تشكيل مجلس قيادة الموحدة مؤلفة من أربع غرف كنت أنا مسؤول عن الإدارة المدنية في تغرفة قيادة الموحدة العسكرية طبعا كان مكتبي في مجلس مدينة حلب عن جلس الحج الأخوة بعض منهم تواصلوا معي عن طريق الاقتلاف كان على رأسهم أخونا وسامة الجو هذه البحرة فتواصلوا معي عبد يسألوا إنه شوى وضع في داخل حلب فأنا طلوا كان مواحدة إن سقطت حلب ستسقط الثورة فقال يعني مو مع أول طلوا نعم لأن حلب هي عاصم الاقتصادية لسوريا لا تقول لهم عن سقوط عن سقوط دمشق فسقوط حلب هذا النظام ستؤدي لسقوط باقي مناطق في ملاطق المحررة وطلوا أحذر إنه بنسقوط عملوا قد المستطاع إنه لا تسقط أبدا في هذا النظام طبعا أنتوا بدأتوا تأخذوا الاستعدادات إنه ممكن سنة يستمر نعم نعم فنحن نفضل إذا وجل كلهم في مجال عملي الأخوة في مجال الطبي كان عندهم هزوم طبينا متى السنة كاملة الحنطة الشعير حتى مجلس المدينة أعطي المغتبة الزراعي فيه ألا زيون الخير أضحلوا بالزور لزراعات داخل مدينة حالة في حالة السخطات ممكن ناكل يعني محصول محلي وتم استثمار أي نعم تم استثمار تم استثمار جميع الحضايق الموجودة من هنانو جزء عندك من هنانو الكلاسي في عندك راضية أكو إيش فيما راضية حضايق وراضية زراعية تم استثمارها بشكل كامل في الله عز وجل كان الشعور في ذلك الوقت إيجابي لدرجة إنه ممكن الناس تتفائل وتستعيد ثقة إنه الثورة تتجه باتجاه أفضل رغم إنه يعني النظام أطبق الحصار على الثورة في تلك الفترة وكلمة حصار بحد ذاتها يعني كلمة تشيع الرعب والسلبية كيف كانت مشاعركم بهذه المرحلة يا سيدي الكريم أذكر إنه ببداية الحصار زارني أخوي خطاب من الجافة الشامية ونواته كان سابقا سألني علي سيزعاري كم تتوقع أن تصمت حلب تطلع على تقدير اللي حسم قراءتي ستة أشهر بعد التجمع ممكن أخير ببساط خضر ولكن للأسف بعد السبعين أقتتال فصائل فرجع سألني السؤال تقول أخضر من السبعين ما رح نستمر بعد أقتتال فصائلي لا أخفي عليك أخر سبعين أو أخر ثلاث أسابيع حصارها بعد أقتتال فصائلي طبعا كان أثر سيء جدا في نفسي ونفسه السواء لأن أقتتال فصائلي كان بداية لصوت حلب أعرفنا أنه خلاص جبهتنا ضعفة أضعفنا أنفسنا بأيدينا للأسف فتوقعنا بأي لحصل رح نطلع ببساطة كيف أخرجنا طبعا لا أخفي عليك أنا ما كان عندي أمر نطلع من الحلقة نهائية فأخذت قرار بأنه أما الخروج وأما الشهد في سبيل عز وجل أنا أخوي أبو عبيدة صور مؤثرة من تلك المرحلة تخطر ببالك ثابتة في الزاكرة نعم وصلت للمرحلة أنه في آخر 73 طبعا لم يعد فيه مواضي زائية في داخل مدينة حلب الحوامل للنساء كان أكثر تأثرا بابا في شي يأكلوا للحوامل فكان يراجعوا المشافي حتى يعطون فيتامينات أو مغزيات دوائية نعم أحد المادة المغزوط فقدت البنزين فقدت حتى الناس صارت تروح تمشي مسافات بعيدة قلت سالة على الأقدام قدر الله أنه كان عندنا مغزوط في البيت التنكات كنت أستخدمهم فمرة كنت مرأة بمشفى عمر عبد العزيز فكان أمرأة عوجها الولادة مع تنتين نساء وزوجها فقال لي كان هي طبعا بتعرف مين كان موجود عمر عبد العزيز قال لي ممكن توصل عائلتي لبستان الأصر يعني في مسافة ثلاثة أربع كيلومتر طلو أبشر فطلعت عائلتي ما في موصلة نقل نهي فتصور له مالي أنا معدي بدي زوجته حامل يعني طريق طريق في حالة عيقة شديدة تتمشي أربع كيلومتر فهذا كان أسهر جداً كبير عليه في نفسي فكان الأمر حتى الناس صارت تكسر إيش في عند خزن إيش في عند تياب تحرق أو حتى يعني تخبز وتأكل يعني لأخفي عليه ضم قصف معظم الأفران ما صف غير فرن ونفرنين فبالأخير أجلس المجلس المدينة يعني وبدأ نظام يتقدم يعني حتى جسر الحاج المحول المجلس المدينة موجود راح فكان المجلس المدينة أليس دي وزع وزع وطخير على الناس فالناس بارش تشفي عنده تحت إيده متاح خشب ألبسة تحرق حتى تحسين تخبز وتأكل إذا سعار خير جدا أنا أذكر اللحمة في داخل وقت كانت بألفين تلت تلت تسعة تلت وعشو تلت موافين نهائيا فالناس طبعا جوع يعني ما أخفي عليك يعني سيستشري طبعا الأخوة في المنظمات الموجودة في حلب العام الله زيون الخير وزعوا في داخل وقت قبل الخروج من حلب بسبوع وعشرة أيام حوال 20 ألف سلة من مخزونة وقافوا حوال 20 ألف سلة وأقل كان عند المطابق سيطبخوا ويوزعون طبق جاهز للعالم فسبحان الله طبعا لما شفنا هذا الأمر أن حلب خلص ساخطة لا محارة ضرب مخزون المخزونات الأدوية ضرب المشافي ضرب الدفاع المتالي ضرب الأفرانكلات يعني النظام الروس استهدفوا كل مقاومات الحياة اللي ممكن إنسان اعتمد عليها بعد ذلك وسمعت كثير يعني من الحلبيين تحديدا يقولوا هالعبارة يعني تبقيانين بحلب رغم كلها الشدة اللي كنا فيها ولا خرجنا من هالمدينة وحضرتك قلت بالتعريف عن حلب في التحضير اللي عبارة حلوة حلب أمل وألم في نفس الوقت حلب بعدنا عنها ألم ولكن قربنا إليها أمان إن شاء الله فأنا متفائج جدا أنه حلب ستكون قريبة بالنسبة عودتنا إليها إن شاء الله إن شاء الله أريد أن نختم بصور من يعني رحلة الخروج من حلب يعني مصطلح الباصات الخضراء كان هذا المصطلح ربما يرمز إلى باصات التي تذهب من أحياء حلب إلى الجامعة رمز للتعليم ربما أو اللون الأخضر بحذاته لون جميل أصبح الباص الأخضر هو شيء بيعص القلب أذكر أنه 13-6 أو 12-6 كنت في أضو مجلس الإبارة المدينة في القيادة الموحدة شباب من السور تواصلوا معي لتشكيل جد مفاوضات مع النظام السناء ومع الروز أو مع أي جهة بحيث أن نؤمن حياة الناس طبعا تولى هذا الأمر أخونا أفاروق بكر أفاروق طبعا المفاوضات منجل الحفاظ على حياة الناس ما تبقى طبعا وتام الاتفاق على بدء الخروج بتاريخ 15-12 2016 كان بقت يوم الخميس أول قافلة الثاني نهار الصبح صباحا يوم الخميس ثم القافلة الثاني حوالي تقريبا ساعة 11 بالليل خبروني بأنه سماحوا بإخير السيارات فمهم مضبطنا سياراتنا وأمورنا كمدنيين وطلعوا بجاه السكاري كانت جمع كله بجاه السكاري وبعدا منه بطلع السترات الرموسة ومنغط الصفة في الراشدين فكان الناس كان محشر كان جو بارد شديد البرودة قارس جدا جدا الناس يعني بلغ فيها داخل وقت بلاط للقلوب للحناجر الناس كانت حهمة على وجهها يعني الموت محيط بيك من كل مكان لا أخفي عليك أخذنا المجاهدين والثوار يعني بقوا مراوطين على صغورهم حماية لأهلهم يعني هي شهادة حتى لحظات الأخيرة نعم حتى لحظات الأخيرة هم نحن بسيارتنا دفع لبعاتنا اللي خرجوا للأسف على الطريق وقفونا الشبيحة وشلوا أحنوا عزبون واعتقل أحد أخوة من الدفاع المدني ومازال حتى الآن عند النظام نعم بعد تم هناك كفالة في الروسية ولكن للأسف يعني الدعم الروسي ثالب لا يوم من جانبي أبدا بعد تم الخروج على مدى أسبوع كامل من الخميس اللي يخميس القابل تم الخروج الناس على عدة دفعات إلقات الصفر في الراشدين طبعا نخدنا في مجلس محفظ حلوب الحرة على زيون الخير كان مجهزين كوادر نقل أسطول كبير لنقل الأحالي لأماكن اللي بيحب ينقلوا أو الأماكن توزيع طعام وإلى آخرين فتم خروجنا برفقة الهلال الأحمر خرج بسيارتك أنا خرج طبعا بسيارتي مع لبس خاص فينا طبعا كنت أنا فقط لم أخرج بسيارة ولكن أخرجها أحسن ما أترك به لأن النظام طبعا في أخوة كثير شباب صوار حرقوا بيوتهم وحرقوا سيارات وانحرقوا لأنه توقعوا أنهم ما يخرجوا نهائيا فطبع أخرجنا نقطة الصفر وكانت بداية التهجير القصري لمدينة حلب بتاريخ 15 12 2016 خرجت من حلب ولكن حلب لم تخرج أتمنى أن نسجل حلقة إن شاء الله في حلب وما ذلك على الله بعزيز سيدي حلب يعني حلب أكبر مهما تكلمنا عنها وتحدثنا عنها فلا يعني لا نعطي حق بشيء أبدا لا أخوتنا ثوار ولا تنسقيات ولا أخوتنا في جيش الحر فكله قد بزر كله قد أعطى الله زي والخير نعم سؤال الأخير لك لو هناك وردة من ذهب لمن تعطيها شخصية ثورية أو شخص يعز عليك أو شخص على معرفة جيدة بحضرتك وضحها من أجل الثورة وكثير الناس اللي ما نعرفت أسماء لكن أدموا تضحيات كثير كبيرة للثورة والله أسماء كثر ولكن أنا أعطي الوردة الزهبية إلى الدفاع المدني نعم إلى الدفاع المدني كمؤسسة كمؤسسة أنا أرفع لهم القبعة ولزملائي المحامين وشباب جماعة ثورية حلب لن يبقى منها شيء كلها بيستحقون كلها بيستحقون هي وردة اعتبارية بكل تأكيد لكن جميل أنك بكرت هؤلاء الناس يعني كشخصيات نسميهم جنود مجهولين قدموا الكثير وربما لا نعرف أسماءهم أتمنى لو يكون هناك وقت آخر لاستضافتك مرة أخرى إن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة شكرا جزيلا لك الله يبارك فيك كنت معنا على مدار ثلاث حلقات وتألمنا واستمتعنا بنفس الوقت لأنه كان في أيضا صور مضيئة بتاريخ حلب في فترة الحصار تعاطف الناس على ما أعتقد كان شيء كثير مهم في ذلك الفترة مواقف صارت مع حضرتك موقف المرأة الحامل التي نقلتها إلى المشفى شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عارف شريفة كنت معنا في هذه الحلقات ثلاث جزاك الله خيرا الشكر موصول لكم أيضا مشاهدين عبر منصة المبدعون السوريون نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي شكرا لكم وإلى اللقاء